دكتور أحمد الحالة خسب وصف مرسلنا قد تتحول الخرطوم العاصمة وما حولها إلى مدينة أشباح وأنت هنا معني بما يدور حول تقديم الدعم من خلال رصدك لتقييم مغضار داخل السودان وما يتم رصده من حجم الاحتياجات كيف هي من خلال رصدكم والقدرة على تلبية هذه الاحتياجات شكراً أخدام الحنفي على هذه التضافة وأشكر قناة قائل الإخبارية على تغطية الأحداث والأخبار الجارية في الشقيقة السودان أشكر لأخوة المصريين لشقاء حكومة والشعب وقوفهم في صف واحد مع الشعب السودان لو سمحت لي أختامري يعني لا يفوتين أشكر كذلك دول الدبلوماسية المصرية في الشقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارج يده سامح حسن شكري في وقوفهم ومتابعتهم بالأحداث الجارية في مفاوضات جدة بالنسبة لسؤالك عن الوضع الإنساني في السودان يعني كما هو معلوم عندما حدثت هذه الأزمة في 15 أبريل تغيرت الأوضاع وخرج كثير من السودانيون من منطقة الخرطوم إلى ما جاورها حتى بلغ عدد الذين تأثروا من هذا الأمر حوالي 705 ألف أسرة في داخل الخرطوم فقط والنازحين إلى 650 ألف أسرة تقريباً في منطقة الجزيرة وغيرها من الولايات المختلفة ولكن بالرغم من ذلك يعني كان هناك رصد كامل لكل إحتياجات وظروف ملابسات هذه الأحداث في كثير من الولايات وتم تكوين لجان وتم تكوين لجنة عليا لمتابعة هذه الأحداث حتى من خلالها يتم تقدم المساعدات وتقدمت دول كثيرة وقدمتها كذلك الشقيقة مصر العربية يعني وصلتنا مساعدات من دول كثيرة أغلبها يعني دول عربية ومساعدات كذلك صحية أنا أسمعك دكتور أحمد نعم نعم فنحن يعني آخر شيء وصلنا الآن هي إلى ميناور خدام بالأمس فقط صباح الجمعة التاسع من يونيو السفينة العسكرية أبو سنبل هذه السفينة سفينة مصرية تحمل على متنها ميتين وسبعين طن من مواد غذائية وصحية وهي منحة مقدمة من الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة المصرية وبيت الزكاة والإلال الأحمر المصري يعني عدد كم مقدر من جهات من الدولة المصرية وقفت وراء هذه المنحة وقد استقبالها الأخ الحبيب السفير المصري هاني صلاح بأبو سودان كذلك كان من الجانب السوداني السيد وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيد والبحر الأحمر وقائد المنطقة العسكرية هذه المساعدات وصلتنا يعني هذه الميتين وسبعين طن وصلت يعني أقول في وقت من دون يعني الأوقات التي كانت هناك احتياجات أكثر من هذه وصلت في أوقات متأخرة من الدول الأخرى إلى الآن هذه الكميات يتم رصدها ويتم إرسالها إلى المناطق المتأسرة والمحتاجة وهنا سؤالي دكتور أحمد قدرة ما تبقى من الحكومة السودانية العاملة على الأرض على إيصال هذه المساعدات ما هي المعوقات وكيف تصل هذه المساعدات إلى من يحتاجها بدقة نعم هناك معوقات كثيرة رصدت تهمها يعني صعوبة في إيصال المساعدات في المناطق المتأسرة ومناطق النزاع أو المناطق التي تقاطع فيها النيران فيتم إيصال هذه المساعدات إلى أقرب نقطة من خلالها يتم الاستعانة بالهلال الأحمر السوداني والصليو الأحمر وبعض منظمات المجتمع المدني الموجودة في المنطقة لتقوم بالإسهام والمساهمة في إيصال المساعدات إلى الشرائح المحتاجة من النازحين أو من خرجوا وتأثروا بهذه الأحداث شاكل لك من بورد سودان الدكتور أحمد قلم وأنت مستشار وزير الترمية الاجتماعية بسودان على هذا الحضور عبر الهاتف